بات الامريكيون اليوم امام خيارين لا ثالثة لهم اما خفض الانفاق واللجوء الى مدخرات التقاعد او الانقطاع عن العمل تماما حالات مأساوية قد تظهر الى العلن في غضون ايام قليلة بعد ان انقضت مهلة معونات البطالة التي كانت قد اقرتها الحكومة الامريكية مانحة مساعدات للعاطلين من العمل لفترات طويلة وللاشخاص الذين يعملون بشكل حر وكانت الحكومة الامريكية قد وسعت نطاق هذه المعونات بدرجة كبيرة مع تفشي فيروس كورونا العام الماضي خطوط وقف المعونات ستفرض بلا شك على ملايين الامريكيين العاطلين من العمل اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية تدبر امورهم في ظل اقتصاد مهدد بتبعات متحورات الفيروس لكن هذا القرار سبق انه هدت له ولايات عديدة من خلال انهاء المعونات قبل اوانها مشيرة الى انها شجعت الناس على عدم العودة الى الوظائف وعلى الرغم من ان الهدف لم يكن ابدا دوام المساعدات الا انه صدر تصريح بمنحها مرتين كان اخرهما عبر خطة الانقاذ الامريكية بقيمة تريليون دولار فاصل تسعة التي اقرها الرئيس جو بايدن واعضاء حزبه الديمقراطي في الكونغرس فتبعات الخطة التي لجأت اليها واشنطن لا شك في انها ستؤدي الى ارتفاع الدين الوطني وستعيد البلاد الى النقطة الصفر في مواجهة ازمة البطالة وتبعات الفيروس